من موقع الوطن وتحديدا يوم الاثنين تسعة وعشرين مارس الفين واحد وعشرين من حال أصحاب المعاشات الفين واحد وعشرين أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك التفاصيل كشف مصدر حكومي حقيقة صرف منحة لأصحاب المعاشات الفين واحد وعشرين بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء عن صدور قرار حكومي بشأن منح لأصحاب المعاشات بحلول شهر رمضان المعزم قال المصدر للموقع الوطن إن ما يتردد من أنباء بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات تزامنا مع شهر رمضان المعزم مجرد شائعات مطالبا المواطنين بالتحقق مما يتداولوها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك حتى لا يتم نشر معلومات مغلوطة من شأنها إسارة حالة من البلبلة في البلاد وأوضح أن البشرى الصارة الحقيقية لأصحاب المعاشات هي توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن زيادة المعاشات 13% موضحا أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021-2022 يتضمن تلك الزيادة كما أشار المصدر إلى أن زيادة المعاشات ستسري مع بدء سوريان الموازنة العامة للدولة الجديدة والتي تدخل حيز النفاذ أول شهر يوليو من كل عام كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعية قد صرح عقب توجهات للرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من شهر يوليو المقبل بأن هناك نحو 10.5 مليون مواطن سيستفيد من تلك الزيادة كما أضاف مصدر حكومي إلى أن قرار الزيادة السنوية للمعاشات أكبر من معدل الزيادة السنوية في متوسط الأسعار الجالية في البلاد المعروفة اقتصاديا بمصطلح التضخم يعني أن تلك الزيادة ستعمل على تحسين دخل المواطنين من أصحاب المعاشات ووجود قيمة شرائية أكبر لديهم في إطار توجيهات الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين واستكمل حديثه قائلا إن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للبلاد إلى الهيئة القومية للتأمنات الاجتماعي بالتيسير على أصحاب المعاشات لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة واتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك اشتركوا في القناة